اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة موضوعنا للأطباء حديث التخرج هنتكلم عن حاجة اسمها أكيوت كورونري سندروم نقدر نقول عليها بالعربي الأزمة القلبية عيان جاي لك وعنده ألم في الصدر واستبعد تباقي الأسباب الأخرى اللي ممكن تكون سبب وشاكك دلوقتي في القلب فبنقول عليها أكيوت كورونري سندروم أو أزمة قلبية وفي فيديو كنت عملته عن أسباب ألم الصدر هسيب لك الرابط بتاعه في الوصفة أسفل الفيديو والأكيوت كورونري سندروم أو الأزمة القلبية دي بنقسمها لثلاث أقسام رئيسية يا إما العيان عنده STEMI ST Elevated MI يعني جلطة في القلب ومعايها ST Segment مرفوعة في رسم القلب أو New Onset Lift Bundle Branch Block وده موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم عنه ونعرف إزاي نتعامل معاه في الطوارئ لحد ما ياخد العلاج المخصص ليه يا إما non-stemy يعني non-ST elevated MI يعني برضو جلطة في القلب بس مفيش ST مرفوعة في رسم القلب لكن إنزيمات القلب عالية زي التروبينينو CKMB ودي هنبقى نعمل عنها حلقة بعد كده أو القسم الثالث اللي هو unstable angina أو الزبحة الصدرية الغير مستقرة ودي طبعا مفهاش ST مرفوعة ومفهاش إنزيمات قلب عالية لكن ممكن يبقى فيه شوية تغييرات في رسم القلب وهنتكلم عنها برضو في حلقة بعد كده إن شاء الله لكن موضوعنا النهاردة عن STEMI اللي هو ST elevated MI وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو اللي بيحصل في STEMI إن فيه شريان معين من شرايين القلب من بيغزي جزء معين في عضلة القلب فالشريان ده اتقفل غالبا بيكون نتيجة تصلب شرايين ونتيجة مشاكل أصلا قديمة في الشرايين قبل كده لكن الخلاصة إن الشريان اتقفل فالجزء من العضلة اللي بيغزي هذا الشريان بتكون قدامه ساعات قليلة جدا لحد ما الجزء ده يموت وطبعا دي حالة خطر وبتسبب وفيات كتيرة جدا زي ما احنا عارفين جلطة القلب اللي معاها ST segment مرفوعة في رسم القلب ولقوا إن العوامل المساعدة اللي ممكن تخلي العيان يجيله جلطة في القلب السن الكبير لو عيان عنده ضغط لو عيان عنده سكر لو عيان بيدخن لقوا لي علاقة كبيرة قوي بين التدخيل وبين جلطات القلب كمان الأوبزيتي أو السمنة sedentary lifestyle العيان اللي قاعد ومش بيتحرك كتير ومش بيعمل رياضة كل دي عوامل خطر كمان الملح الكتير والدهون الكتير في الطعام كمان التاريخ المرضي في العيلة لحالة زي دي وكمان لو العيان كان جاله قبل كده إما آي جلطة في القلب أو هو عنده مشاكل أو قصور في شاريين القلب من الأساس وبالنسبة للأعراض فالعرض الأشهر اللي الناس كلها عارفة والأساسي هو الشيست بين العيان اللي عنده استيمي بييجي بشيست بين ألم في الصدر ألم بيبقى compressing ضاغط يقول لك أنا عندي حاجة ضغطة على قلبي أو squeezing بيعصر أو burning sensation يقول لك عندي حرقان في الحتة دي الألم ده بييجي في الصدر أحيانا يمتد أو يسمع في الرقبة جو left arm وأحيانا right arm وأحيانا back أو الظهر وأحيانا upper abdomen فلازم نخلي بالنا في بعض المرضى ممكن ما يجوش بشيست بين ما يحسوش بألم الصدر ده زي مثلا لو واحد كبير جدا جدا في السن ما فيخدش باله ما يعرفش واحد عنده diabetes أو سكر واحد عنده ultra developmental status يعني هو أصلا عنده اضطراب في الوعي أو مشكلة في الوعي أو disturbed level of consciousness فالعيانين دول ممكن ما يقولوش أنا عندي شيست بين كمان من الأعراض اللي ممكن تحصل palpitation العيان يجيله رفرفة يقولك قلبي بيرفرف حاسس بأبضة في قلبي diaphoresis العيان عمال يعرق exertional disney العيان مش عارف يعمل مجهود وبينهج ممكن نوجيا أو غثيان أو يقولك أنا نفسي غم علي لكن أشهر حاجة هو شيست بين أو ألم الصدر ولما تفحص العيان اللي عنده استيمي ST elevated MI ممكن يكون عنده hypotension يعني ضغطه منخفض بسبب lift ventricular dysfunction العضلة مش شغالة كويس فالضغط وقع أو ممكن تلاقي معاه hypertension يعني ضغطه عالي بسبب زيادة أو بسبب زيادة sympathetic activity الجهاز العصب استيمباثاوي ممكن تلاقي diaphoresis طبعا وتلاقي clammy skin أو الجلد بتاعه رطب ممكن تلاقي distended neck veins العيان عنده congestion ممكن تيجي تسمع الشيست تلاقي crackles أو rails العيان ممكن يكون عنده pulmonary edema العيان ممكن تلاقي صدره بيبقلل أو بيكركر زي الشيشة كده أو أي علامة تانية تقول إن فيه heart failure أو فشل في وظائف القلب كمان S3 أو S4 كمان ممكن تسمع murmur طيب العيان ده بقى هتتعامل معاه ازاي عيان جالك الطوارئ وعنده الشيست بين وإنت شايف إن الشيست بين ده من القلب فأول حاجة هتعملها هي ABC تشوف الإيروي بتاعه مفتوح ولا لا العيان كوماتوز ده مثلا والإيروي مقفول تفتحه بيتنفس ولا لا العيان arrest ولا العيان صاحي وكويس لأنه لو العيان arrested فهتعمله CPR هتشتغل CPR وفي حلقة طبعا عن CPR برضو هسيب لك الرابط بتاعها تحت وتركب IV line وتشوف الأكسجن بتاع العيان لو كان منخفض تحط له أكسجن وتدي للعيان بتاعك أربع أقراص أسبوسيد أطفال اللي هو خمسة وسبعين يمضغهم أربع أقراص كلوبي دي جريل يمضغهم لو البين شديد ممكن تديله مورفين IV وريد مش عضل وممكن تديله دينترا تحت لسانه لكن الدينترا دي خليها بعد رسم القلب عشان فيه شوية حاجات كده ماينفعش تتاخد فيهم زي مثلا العيان لو عنده جلطة مأثرة على البطين الأيمن مايخدش دينترا وكمان ماينفعش نديها لو العيان عنده أو انخفاض في ضغط الدم كمان العيان لو ااخد حاجة زي في آخر 24 أو 48 ساعة ما تدلوش دينترا ممنوع طبعا بعد كده تعمل للعيان بتاعك رسم قلب وتسحب له إنزيمات قلب تروبينين و سي كي ام بي ففي حالتنا هنا هنلاقي إنزيمات القلب مرتفعة وهنلاقي رسم القلب في استي تي إليفاشن لأن احنا بنتكلم النهاردة على الاستيمي فهتلاقي استي تي سيجمنت مرفوعة في اتنين ليدز على الأقل في منطقة من مناطق القلب يعني مثلا قدامنا هنا استي تي سيجمنت مرفوعة عن الايزوالكتريك لاين في ليد اتنين وتلاتة وإي في إف كده معناها دي مثلا في المثال التاني ده عندنا استي تي سيجمنت مرفوعة في ليد V1 و 2 و 3 و 4 دي معناها أنترو سيبتال MI مثلا في ده الاستي تي سيجمنت مرفوعة في 1 و AVL و V1 و 2 و 3 و 4 يبقى هايلاترال و أنترو سيبتال MI طبعا كلهم أكيوت الاستي تي سيجمنت طالما مرفوعة معنا كده إن ده أكيوت MI جلطة حديثة أو تلاقي New Onset Lift Bundle Branch Block زي ده الـ M-Shape أو Widened QRS Complex في V6 وأحيانا تمتد لV5 وV4 وعموما رسم القلب المفروض تكون واخد فكرة عنه وتعرف شوية الـ MI والLift Bundle Branch Block وفي فيديوهات عن رسم القلب برضو هسيب لك الروابط بتاعتها تحت فالعيان بعد ما عمل الحاجات دي طلع عنده STEMI ST مرفوعة أو تلاقي New Onset Lift Bundle Branch Block يعني تلاقي في رسم القلب Lift Bundle Branch Block جديد ما كانش عندي العيان قبل كده فتديله Anticoagulation كمان تديله Low Molecular Weight Hiperin أو حاجة زي كليكسان مثلا وبعد كده هيبقى قدامنا الخطوة المهمة اللي هي Thrombosis أو الريبر fusion يعني عايزين ندوب الجلطة اللي تكونت أو نتخلص منها وده بنعمله بطريقة من اتنين يا إما PCI وده الأحسن اللي هي الأسطرة أسطرة تشخيصية وعلاجية لو متاحة عندك في المستشفى العيان يدخل فورا عشان نشد هذه الجلطة ونفتحها في خلال ما يزدش عن 90 دقيقة أما لو مش متاحة عندك في المستشفى ومتاحة في مستشفى قريبة يقدر العيان يروح لها ويدخل العمليات أو يدخل الأسطرة في خلال 120 دقيقة بنحول العيان بتاعنا أما لو كان هيستغرق وقت أكتر من كده ما بنحولوش وننقل على الخطوة التانية اللي هي إذابت الجلطة دي عن طريق الأدوية بنستخدم حاجة اسمها RTPA زي الألت بليس لو موجود ده كويس وأحسن شوية وبندي للعيان بطريقة من اتنين يا إما على ساعة ونص يعني نعلقه سريع على ساعة ونص بالجرعات دي يا إما لكن لو مش موجود أو الـ RTPA بندي للعيان بجرعات واحد ونص مليون وحدة على مدار 60 دقيقة ولازم نبقى عارفين أن الـ RTPA أو الـ من أشهر مشاكلهم هو النزف وبعض المشاكل التانية زي انخفاض الضغط مثلا زي بعض التحسس وهكذا فلازم نشوف الـ Contra Indications بتاعتهم ينفع ندي للعيان ولا مينفعش ففيه Contra Indications تعرفها زي مثلا لو العيان في Active Bleeding العيان عنده نزيف بالفعل ونستسني من ده الدورة الشهرية ملاش دعوة بيها لو العيان جاله قبل كده Intracranial Hemorrhage العيان جاله نزيف في المخ قبل كده ماينفعش نديله لو العيان Suspected إنه يكون عنده Aortic Dissection اللي هو زي المز في أحد طبقات الأورطة وعمل جيب الكلام ده ماينفعش ياخد Thrombulis العيان لو جاله Schemic Stroke في آخر 3 شهور ماينفعش العيان لو معروف إنه عنده Cerebrovascular Anomaly يعني عنده أنيوريزم مثلا في المخ ماينفعش لإنه عرضة للنصف أو عنده AV Malformation ماينفعش العيان لو عنده Malignant Brain Tumor ماينفعش ورم خبيث على المخ العيان لو عنده Significant Hit Trauma في آخر 3 شهور ماينفعش يعني كان في حدثة جبيرة واخد خبطة جديدة في دماغه في آخر 3 شهور ماينفعش في حاجة تانية اسمها Relative Contra Indications يعني موانع استخدام لكن Relative نقدر نفكر ونقول ونوزن المنفعة وصاد الضرر وممكن نديه في بعض الحالات Relative Contra Indications دي زي مثلا Uncontrolled Broad Breacher الضغط بتاعه مش متزبط أكتر من 180 على 110 العيان جاله Schemic Stroke أكتر من 3 شهور العيان عنده Benign Brain Tumor عنده ورا في المخ لكن حميد العيان كان عنده Bleeding من أسبوعين أو من أربع أسابيع العيان عامل عملية جراحية كبرى في آخر 3 أسابيع العيان حامل مثلا فكل الحاجات دي تاخد بالك منها وتشوف العيان هياخد Thrombulisys ولا لا بعد كده العيان ممكن نحوله مرة تانية يعمل PCI أو أسطرة علاجية أو تشخيصية لو Thrombulisys ده Failed لأنه ممكن يبقى في بعض الحالات يعني ما جابش نتيجة الجلطة مدابتش لسه الـ ST segment مرفوعة ولسه الأعراض موجودة عند العيان ممكن نحوله يعمل PCI كمان ممكن نعمل جراحة أو قلب مفتوح أو Cabbage في بعض الحالات لكن الأشهر هو الـ PCI والأدوية اللي بتدوا بالجلطة زي RTPA والستريبتوكاينيس وطبعا كل ده بيكون في العناية المركزة ولازم العيان يبقى Monitored لازم ناخد بالنا منه عشان أي الرذمية أو أي communication تانية ممكن تحصل لو ربنا سهل والعيان ده الجلطة بتاعته دابت وبقى كويس واستقرت حالته فطبعا هيتابع مع دكتور القلب بتاعه وقبل ما يخرج من المستشفى هيكون متزبط له لعلاج اللي يمشي عليه غالبا هيمشي على أسبوسيد اللي هو الأسبرين أطفال طول العمر كلوب ديجريل لمدة 12 شهر بالنسبة للأنتي كواجيوليشن أو اللوموليكلارويت هيبرين فغالبا بيكون لحد ما يخرج من المستشفى بس غالبا هياخد بيتا بلوكرز طول العمر هياخد ستاتين اللي هي الحاجات بتاعت الدهون زي الأطورفا ستاتين غالبا طول العمر برضو ممكن نديله كالسيامتشانال بلوكرز من النوع اللي هو حاجة يعني زي الفيروباميل أو الدلتيازم لو عنده مشاكل مع البيتا بلوكرز لو مش هيقدر ياخد بيتا بلوكرز كمان بعض المرضى ممكن ياخده كمان بعض المرضى ممكن نكتب لهم سواء سابلينجوال أو أورال كحاجة حاجة تقلل الألم أو لو العيان حس بألم ياخدها وطبعا المتابعة الدقيقة والدورية مع دكتور القلب بتاعه وكمان نزبط عوامل الخطورة اللي كانت موجودة يعني طبعا لازم يوقف تدخين لو كان وزنه زيادة لازم يخس يبطل أكل الحادق والدهون نزبط عوامل الخطر الموجودة ان شاء الله نعمل حلقة عن وحلقة عن وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم